فم اتهميت ايضا بالتعامل مع وكيل اعمال اللاعبين معين من قبل رئيس النادي يفرضوا حتى في السفقات والله انا هذه ما نكذبش عليك ما عنديش عليها عليك انا المعلومة هذي اكد هذي مدرب كان يتفاوض معها الملعب التونسي ما ليش بش نقول اسمه بطبيع حتى وكيه ما ليش نقول اسمه قال فرضوا عليك بش نتعامل مع وكيل هذيك بالذيت بش نجيل الملعب التونسي والله انا ما عنديش فكرة عن الموضوع هذا ام كذبش عليك الهنية خليوا برش نقاط ستفهم بطبيع مخصوف رايش اقول لك معناه المعلومات تاوا معناه بش تبدأ تخرج توريا ترافير وكذا ومن هنية ومن غادي فهمني معناه السنف بادير اللي هي صحيحة معناه ام بي سمعني الهنية سمعني ممكن انا بش نسألك المرة دي معناه يفرض عليك بش تعامل مع الوكيل هذيك شنو الهدف منها معناه نحكيه اهدف اه اهدف اه اهدف نقول لك بعض من هدفنا اي بتعشي في الفيئة المالية وامور هذي بي اليوم فمش هي الجامعية في الفنيين في الستاد او هي الجامعية بعض شوية على الفريق صحيح عليش الحاجة هذي فما اقصاء من الهيئة والله هي شوف ممكن ما معناه النجم اللوموا عليها مثلا جلال بن عيسى في النقطة هذيه كونه معناه حتى الهيئة المديرة ما هيش إيلارجية معناه معناه ممكن العباد اللي تخدم في الملعب التونسي معناه اللي عندها دور هي عباد معناه في النوم بالنقص ده فالنوم بالقليل برشي هو هو رئيس جامعية هو بشو نقول هو حين اللي يحكمه جلال بن عيسى بدرجة اقل قيقا هكا ولاي هذو ما اللي ياخذوا قرارات في الملعب التونسي بطبيعة يوزن الله ومتلجة مش زادة في جامعية زادة يبديو عشرة ياخذوا في قرارات انه ما ما يكون فما تديرو ويستشير الناس لكل في الساعة والله هو تاريخته في العمل لكيكا هاو يتحمل المسئولية من بعض معناه فيه ما تستشير هون مش اوكي اما وصلوا حتى ومشيوا لد الجامعية مشيوا لامور بشي مشيوا يسندوا الملعبية ما قبلوا هونش ما خلقوا هونش يجيوا اسامة كبيرة كما عبد الحميد الهرقيل كما جمال اليمام كما صابر الغول ولدي استاد معناه صحيح هذي كغلطة انا نعتبر انا نعتبرها غلط خاطر هذوكم ملاعبين اعطاوا الاستاد وكيجيوا معناه باش يعملوا معناه هون مونش جايين معناه باش يشدوا ازر اللاعبين ويشحنوا المعنويات متاعهم نرمال مول نرمال مول فالحكاية هذي كما تصيرش جمالي ميمكنها بالتدوينة على صفحته في فيسبوك فها برشا كلام قوي شوية خلينو نقول المسئولين في ملعب التونس يتهمهم حتى ابن سوريق ورئيس منهم رئيس ملعب التونس بسيق على راسه والله جمال عداء هو معنايه ماذا بيكجيب وبعد ذلك يعني يبترفسر لك الكلمة واللهي أنا ما عنديش حتى علم فهما موقف من هاه توجه التدوينة هيذي ما عارفش كلمه اختير كبر شخص واللهي هو طو هو وجه معناه الاتهمات الجارب بن عيسى معناه معناه ممكن فهمه امور ما بيناتهم هوما حتى وقت لم تترفساش علاو جارب بن عيسى كان رئيس وقتلي جمالي ما منزل ملعبي فسيطات صحيح فهمني ممكن فهمه امور اللي انا نجالها مبيناتهم هو مزوز امور شخصية معناه. بيه بعد النزول اي روح بش يخوض الفريق مقابلات الكاس؟ والله بطبيعة معناه تو نزول الفريق و بش يأثر على المعنويات. لكن احنا راو نشوف استاد راي جمعية كبيرة. فهمني ومانيش بش نرضاول روحنا بش نمشي ونعملوا معناه بش نلعبوا مقابلة لمجرد معناه تسجيل للحضور. بش ندافع على حضودنا ونقضوا الى نياتي ما يخالف ذلك. برشة ملاحبين الملعب التونسي دعايو الهيئة بون دعيتوا انتم من هالجرسة عامة انتخابية. برشة يحبوا الاستيقال اليوم جلال بن عيسك. والله انا شوف رايش شخصي في الموضوع اذي وحتى حكيت مع العديد ملاحبين بتاع الملعب التونسي. لو سسيرها ريانة تو. معناه ما ايش معناه اه خطر بايه جلال بن عيسك فشل. ما ايش معناه استيقاري يسبب بايه ناس تقيل تو. ها جاي هي المو بتبيعتها المون دا متاع جلال بن عيسك بيشتوفة في السيفة اذي. معناه يقو يقع المعناه كي ما اصار في البلغ. مش بتاع تصير جلسة عامة وهو كتاو الناس كل افيرتي وليه. يحظروا الروحهم الناس اللي تحب تخدم في الملعب التونسي وتحب تعاون وتعاون تبني. الى اخيري هي حظروا الروح ما وعندهم الوقت ويعملوا المشاورات متاعهم. وتترشح قايمة ولا زو سبان بورت للنومبر. وطو جمهور الملعب التونسي هو اللي يختار فالاخر شكون الاصلح لي قيادة الجمعي. مؤكد فما جلسة الانتخابات المعضلية. مؤكد. هي بتبعتها المون دا متاع للهي. هي الترجم بتكون توفة مالي تقعد بعض. ليه 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 ليه. وفما الأمثلة عريضة كيما في اليتواري كما في ترجيك ما في المعالي. يا على خر احنا ما نحبوش هالهيئة تسييرية هذي. يا اكشفت فماش فاريق نجحت فيه تجربة بتاع الهيئة تسييرية. ما فما حتى فاريق. وما عاد ما مزيلها. مزيل كان شهر جوان هذي. شهر جوان هو على الأبواب. يا اخوة في هذا شهر جوان يقعد تحذير. بتبعها فما تقرير مالي وادبي إلى أخيه. يرزمهم يحضروا. باش الناس تنجم حتى تناقشوك. انتي بخلاف المسؤولين متاعك فستار. ضيناع فنس كل محب المنعب التونسي. انيس وقريب من الكواليس عندك أصديق على فما قيمات باش ترشح باش تقدم أسامي. والله اسمعت انا حديث فما ما فما اسمعت انا حديث على بعض الأشخاص معناه اللي قاعدين يلموا في بعضهم بشي. مفما مشاورات وواحد وكل. عندك فكرة اشكون لأسامي. والله اسمعت سيغازي بن تونس مثلا قالوا لي فما سيغازي بن تونس بشي. اسمه خرج مؤخرا. ايه متداور حتى في وسائل عليه. ام. فهمتك. يبدو انو عندو شرط مش يكون أميس ماف التونسي. والله ما معني ما كذبش عليه كان اللي قالوا لي معنى اسمعتها المعلومة فهم شكون قلي على المعلومة هذه عم ام مقليش على شروط واحده. أم واضح. به هاتك صاحة. شكرا ديك أن يسمى الشتح كانت تحب تضيف خالض mean'sà الجمهور البقليوة ولوحاجة تحببضießen ازفها في الخ. شوف الحاجة اللي انحب نقولها في الاخر معنى نحب نوجهها الجمهور الملعب التونسي. عم. في كل الحالات. في كل الحالات وما ما يصير عن بعض. الملعب التونسي راه يقعد ديما هرم من اهرام كرة القدم التونسية. وبقدرة الاله. الملعب التونسي ما كانوا الرابطة المحترفة الاولى عاجلا ام اجي. سؤال جيل بيلي طوي. جايل ابن عيسى بش يكون بش يقدم تلاشحه في الانتخابات. لا. ما يلحظ معلوماتي ليه. استنيه وفيش كون يجي يا اخو المسئولية طوي. المجال ابن عيسى استنيه فيش كون يجي يا اخو المسئولية. انتي تخمم متواصل تكون فيها مثلا في قاية معاينة. انا وين النجم ننفع الملعب التونسي ما عمري ما نقول ليه. انا دي جا بش قبلت المهمة هادية في الوضع هادية. يعلم كين ربي. ام. فهمتها معناها في واحد ياخد في بلاستي. سراحة مهمة انتي حاليا انتي. انتي حاليا انا. تقريبا هيئة مطيحة لحنا خان كمال. هيئة مطيحة لمنعب التونسي وجي تدخل معها انتي. ذا هالي تهز حتى تصويرتك قدامة لمنعب التونسي. ليه سمحني انا لان اتق رسمي بسم الملعب التونسي مش زادة بدل بسم الهيئة را. دي جا معناها تواه فاما مواقف قتلك عليهم. ام. ماهمش يمثلوا الهيئة وما حكيتش معاهم الهيئة في المواقف هذي. وانا يعرفوني الهيئة هذية بالذات معناها في العديد. هي واه هيئة هيتمثل الملعب التونسي. هي مسيلش هي مسيلش عاتش بيه. احنا في ظرف خاسرا. ام. الهيئة ذية بالذات يعرفوني في حتى في معناها في وسط الموسم هذي. حتى كنت قابل مع الرئيس ولا مع مسؤولين وكذا. فام كلمة قاعدة نقول فيه اللي هو مهوش كيما صاير وقته ودعيت لتبديل بعض الأمور فهمت كيفاش أنا راني نحب كان الملعب التونسي لاشخاص الرؤساء الملعب التونسي اللي تعديوه الكل نحبه المسؤولين تعديوه على الملعب التونسي واللي بيش يجيه وزاده الكل نحبه وحبه الملعب التونسي لكل نحبه لا موك انك على حكاية اللي على انك جيت الملعب التونسي في الوقت الذين ودخلت معجل البنائسة فما بقل يا قل قل اما برش عبيد خاتر يعرفوني يعني ما معني ما نيش يحب استاد عندي عام ولا عام اي اكيد ويعرفوا التضحيات انا اللي نعمل فيها مثلا حتى كي مش نمشي نتفرج على ماتش انتع استاد انا ما تشويت استاد بالنسبة لي كلهم ديبلسما اي 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 ماتش الوحيد اللي عمدي موج ديبلسما وماتش ليتوال في جيس فهم دواله كي تطع ساعات حمام سوس ام اي اذا يعرفوا التضحيات وانا مع عمري ما نحسبها مع استاد وقت اللي استاد تستحق لي انا موجود واضح اعتك الصحة شكرا لي كنيس من الفلاح شراحنا اليوم بحضرك معانا ايضا ماذا مواصلين احنا في زون ميكس حرار الخامسة بعد